مع طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة يتجه الحجاج إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في يوم من الأيام العظيمة المشهودة كما قال تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود والمراد باليوم المشهود يوم عرفة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وهو يوم مغفرة الذنوب والعطق من النيران وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج وقال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وعلى عرفة يقف الحجيج ذاكرين الله تعالى متوجهين إليه بالدعاء خاشعين متضرعين حتى غروب الشمس يباهي الله بهم ملائكته عشية ذلك اليوم فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير